أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنم بر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ولفأتوا بالثورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن يفتروا على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قلوا صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشكين إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مبارقا وهدى للعالمين فيه آيات مينا ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب المتغفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب المتصدون عن سبيل الله من آمن تبوونها عوجا وآتها شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تغفرون وأنتم دخل عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتسم الله فقد هدي إلى سرات مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنتم بحول الله جميعا ولا تفرقوه فذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنئمته إخوانا وكنتم على شفا هفرة من النار فانقدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعن لكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وفذوك العذاب بما كنتم تغفرون وأما الذين في يوم